بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلباء مرحبا بكم من جديد في درسي من دروس الفيزياء نتناول فيه فقرة شحن وتفريغ مكثفة والمكثفات عبارة عن عناصر كهربائية يمكن صناعتها من صفحتين من ناقلين جيدين يفصل بينهما عازل ويمكن صناعة هذه المكثفة بطريقة سهلة راقب معي هذا التركيب نحضر صفيحة معدنية نصلها بسلك واصل وصفيحة معدنية أخرى ونصلها بسلك واصل فنحصل بذلك على صفيحتين معدنيتين إذا وضعنا بينهما عازل من الورق المشمع أو حتى الهواء أو أي عازل كان نحصل على مكثفة هذه المكثفة إذا أردنا أن نصنعها نصنعها ونسوقها ونجعلها في علب لابد من إضافة عازل ثاني حتى إذا لفينا المجموع لا يحدث تلامس بين الصفحتين ونحصل بعد ذلك بعد الإمساك على صفيحتين معدنيتين ملفوفتين موصولتين بسلكين يعتبر هذا مدخل أول وهذا مدخل ثاني إذا شحنت هذه بواسطة مولد تخزن طاقة كهربائية عبارة عن تراكم شحنات في اللبوسي هذه بكل بساطة المكثفة وسميت مكثفة لأنها تكثف الشحنات والمكثفات أنواع نجدها في كل الأجهزة الكهربائية وكل الأجهزة الإلكترونية تلاحظ عزيزي الطالب هذه الأنواع على شكل أسطوانات يبرز منها مخرجين مدخل ومخرج وأشكالها متعددة حتى أنك تلاحظ بعضها موجود في الأجهزة القديمة لأجهزة الراديو وهذه مكثفات العازل بين لبوسيها هو الهواء فهذه مكثفات هوائية إذن لا يخلو أي جهاز كهربائي أو إلكتروني من هذه العناصر الكهربائية ولشكلها البسيط نرمز للمكثفة إلكترونيا وكهربائيا بالرمز التالي خطين متوازيين ونذكر على رأس الخطين حرف سي للترميز لسعة المكثفة سعة المكثفة كاباسيتي سي إذن قدرتها على التخزين ولاحظ في الشكل المرفق كيف مثلنا هذه المكثفة بسطح يقابله سطح آخر ندعوهم اللبوسين وبينهما عازل وهذه المكثفة الممثلة أمامك هي مكثفة مستوية ولدراسة المكثفات من ناحية الشحن والتفريغ عندما نصل المكثفة بين طرفين مولد للتيار الكهربائي نلاحظ أن إحدى اللبوسين يشحن بالإلكترونات فتتراكم الإلكترونات في اللبوس الممثل أمامك ويشحن إذن بشحنة سالبة وفي اللبوس الثاني تنتزع منه الإلكترونات بواسطة المولد فيفتقر إليها فيشحن عندئد بشحنة موجبة ونحصل ونحصل بذلك على طاقة مخزنة بين اللبوسين ونقول عندئد أن المكثفة مشحونة وبتوصيلها تنتقل الإلكترونات من اللبوس الغنيب الإلكترونات إلى اللبوس الذي فيفتقر من الإلكترونات ويحدث عندئد تفريغ لهذه المكثفة لدراسة سلوك المكثفات من ناحية الشحن والتفريغ نقترح عليك هذه الأنشطة تابع معي هذا النشاط الموضح لسلوك مكثفة في هذه الدارة الموضح أمامك يوجد فيها مولد للتوتر ثابت وهذا المولد بدون مقاومة فهو مولد للتوتر الثابت مثالي القوة الكهربائية المحركة الكهربائية لهذا المولد تقدر بأ تساوي ستة فولت موصولة ب بادلة والبادلة هي سمية بادلة لأننا نستطيع تبديل التوصيل من الوضعية واحد إلى الوضعية اثنين ثم مكثفة هذه المكثفة الممثلة باللبوسين نختار لها في هذا المثال نختار لهذه المكثفة سعة صغرى صغرى تقدر بخمسة ميكرو فارد لدراسة هذا المثال نصل هذه المكثفة بناقل اومي ناقل اومي مقاومته ار نختارها صغيرة في هذه القيم المقترحة وتساوي خمسين كيلو اوم ثم تغلق الدار نحو المولد ويرفق هذا النشاط ببيان يوضح تغيرات التوتر بين طرفي المكثفة اي سي وحدته الفولت بدلالة الزمن ونلاحظ ان الزمن المرفق الوحدة المدروسة بالثانية ثم بيان اخر يوضح تغيرات التوتر تغيرات التوتر وتغيرات شدة التيار الممثل بالبيان بالمحاور الحمراء بدلالة الزمن ثم راقب بعد هذا التوضيح بعد ان اخترنا مكثفة سعتها خمسة ميكرو فراد ومقاومة قيمتها خمسين كيلو اوم اذا وضعنا الان البادلة في الوضع واحد نصل المولد بالدارة حسب هذا التوصيل فتنتقل الشحنات نحو المكثفة ويسر التيار في هذا الجزء من الدارة راقب معي عزيزي الطالب لو نقوم بعملية الشحن في هذه الدارة ماذا تلاحظ راقب جيدا كيف تتغير اوسي قيمة وكيف تتغير او ار وهي التوتر بين طرفين ناقل اومي قيمة ثم راقب معا البيان المرفق لتغيرات اوسي بدلال تي وكذلك تغيرات اي ميكرو امبار بدلال تي نقوم بعملية الشحن راقب هذا التغير لاحظ تراكم الشحنات الموجبة في القطب الموجب للموليد او في الكومونات المرتفعة للموليد وتراكم الشحنات السالبة في اللبوس الثاني للمكثفة وقيمة اوسي وصلت الى قيمتها العظمى بعد ان كانت صفر وكانت المكثفة غير مشحونة اصلا ثم وصلت الى قيمتها العظمى اوسي تساوي ستة لاحظ ان هذه القيمة تساوي قيمة القوة المحركة الكهربائية للموليد و او عندما تشحن تمام المكثفة او ار تساوي الصفر ويمكن ملاحظة تغيرات او ار بدلالة الزمن بمراقبة تغيرات اي بدلالة الزمن لان او ار تتناسب طردا مع اي في البيان المرفق لتغيرات اي بدلالة تي يماثل تماما تغيرات او ار بدلالة تي راقب ان او سي في النظام الانتقالي تنتقل قيمتها من القيمة صفر الى قيمة حدية ثم تثبت عندها قيمة اي سي ولاحظ قيمة اي ار والممثلة ب اي او قيمة اي بدلالة الزمن يتناقص من قيمة عظمى وهذه القيمة العظمى يمكن حسابها راقب انها تساوي ما يقارب 120 وهي القيمة المحصل عليها بقسمة ا تساوي 6 على القيمة ار التي تساوي 50 كيلو اوم فيمكن اذا استنتاج من هذه البيان ان اي سيفر الشدة العظمى للتيار المار في الضار اثناء شحن المكثفة اي زيرو تساوي ا على ار وكذلك اي سي ليميت تساوي 6 فولت هذه اذا اردنا الان تمثيل لو اردنا تفريغ هذه المكثفة نغير وضع البادلة من الوضع واحد الى الوضع اثنين وقبل اجراء هذا النشاط لاحظ اننا اذا غيرنا الوضعية البادلة من الوضع واحد الى الوضع اثنين معناه ان المولد الان للتوتر ثابت عزل من الضار ولما عزل من الضار اصبحت الضار المعنية بسلايان تيار الكهربائي هي الضار المغلاقة المكون من المكثفة التي سعتها سي وكذلك الناقل الامي الذي مقاومته ار اذا اردنا اجراء تفريغ هذه المكثفة لاحظ تغييرات او سي قيمة ولاحظ تغييرات او سي بيانا وكذلك تغييرات شدة التيار الساري في هذه الدارة الثانية نجري تفريغ المكثفة بوضع البادلة في الوضع الثانين لاحظ عزيزي الطالب ان او سي كانت في قيمة عظمى ستة ثم اصبحت في نهاية التفريغ تساوي السفر والبيان المرفق يبين هذه التغييرات من القيمة ستة الى القيمة سفر ولاحظ قيم او ار التي وصلت الى القيمة سفر عندما فرغت المكثفة كليا لكن لاحظ تغييرات اي بدلالة الزمن ان اي قد اخذ جهة سالبة وهذه الجهة السالبة لان التيار كان يسري اثناء الشحن في هذا الاتجاه ثم اصبح عند التفريغ يسري في الاتجاه المعاكس ولذلك تكون شدة التيار الان سالبة وقيمتها دوما تساوي ا على ار وهذه اي صفر اذن هذه القيمة المبينة في هذا البيان هي ناقص اي صفر اذا حذفنا هذا البيان المبين للتفريغ المكثفة في الناقي الاومي واعدنا البيان الاول للشحن ثم اردنا ان نعين من هذا البيان طو يمكن تعيين طو راقب من البيان الاول لأي سي بدلال ت اما بتعيين المماس للبيان في اللحظة ت تساوي صفر او حساب قيمة صفر 63 ا وهذه القيمة لأ واسقاطها على البيان ثم على محور الزمن ونعين بذلك طو ثابت الزمن لهذه الدارة او يمكن ان تلاحظ ان قيمة طو يمكن تعيينها من قيم س و ار حيث لاحظ ان قيمة طو في هذا البيان تساوي صفر خمسة وعشرين وكذلك يمكن تعيونها من البيان الثاني وبحساب س و ار لاحظ ان طو بيانيا يساوي ما يقارب صفر خمسة وعشرين وهي قيمة ار في س حيث ا تساوي خمسين في عشر قوة ثلاثة اوم خمسين كيلو اوم مضروبة في خمسة في عشر ناقص ستة فراد لان القيمة هي خمسة ميكرو فراد وبحساب جدا ار س تلاحظ ان هذه القيمة تساوي صفر فاصل خمسة وعشرين سجوند وبذلك يمكنك تعيين البيان من هذه البيانات قيمة طو ثابت الزمن ويمكن بهذا العمل البياني ان تعين خصائص هذه الدارة اذا اردنا تفريغها نلاحظ كذلك ان التفريغ من التفريغ كذلك يمكن تعيين هذه الثوابت راقب معي عزيزي الطالب لو اخترنا قيمة ثانية لار ونجعلها كبيرة ونأخذ قيمة لسي ونجعلها كبيرة كذلك ونختار اعظم قيمة لار واعظم قيمة لسي راقب البيان الشحن فقط دون التفريغ اظنك قد لاحظت ان مدة الشحن قد زادت وان البيان ظهر باكثر وضوح لان قيمة طو في هذا القيم لار واسي اصبحت تساوي واحد سجوند ويمكن تعيينها بيانيا ويمكن حسابها اذا من ار واسي حيث سي تساوي عشرة ميكرو فراد وار تساوي مئة كيلو اوم مئة كيلو اوم مضروبة في عشرة ميكرو فراد تساوي واحد سجوند اذا بهذا الاطلاع على هذا النشاط في هذه الدارة ادركت عزيزي طالب معنى الشحن والتفريغ والخصائص المميزة لدارة الشحن والتفريغ للمكثفة المكثفة وترفق عامة المكثفات اثناء الشحن والتفريغ بنواق الامية مقاومتها ار وذلك لهشاشة هذه العناصر الكهربائية فاير نوصلها مع المكثفة دوما حتى تحميها وحمايتها هي انها تجعلها بعيدة عن التوصيلات خاصة اذا حدث قصر في الدارة بعد هذا الانمام ببيانات الشحن والتفريغ وكذلك مراقبة قيم اي صفر من البيان وكيفية تعيين طو من البيان ومساواته مع قيم ار سي ويمكن بهذه المساوات البيانية ان تجد خصائص ثنائيات القطب الموصولة في هذه الدارات ار وسي نقترح عليك بعدها تطبيقا فيه بيان يبين فيه شحن مكثفة ونطلب منك بعض المطالب التطبيق المقترح تابع اللوحة يقول يمثل الشكل تغيرات التوتر الكهربائي بين طرفي مكثفة بدلالة الزمن تشحن هذه المكثفة بتوتر ثابت قيمته او تساوي خمسة فولت عبر ناقل اومي مقاومته واحد كيلو اوم غلاقي بالبيان وهو بيان الشحن وقد ادركت من النشاط السابق ان هذا بيان لشحن مكثفة هل يمكنك من ملاحظتك لهذا البيان لشحن مكثفة ان تعطي تركيب الدارة الذي يسمح بتحقيق هذه المتابعة يعني كيف رسم هذا البيان هل يمكنك ان تجد المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر بين طرفي المكثفة المدروسة هل يمكنك كذلك ان تعطي عبارة حل هذه المعادلة واخيرا نطلب منك تعيين ثابت الزمن طو لهذا الثناء القطب واستنتاج سعة المكثفة هذه المطالب الاربعة المختلحة في دراسة هذا البيان وللاجابة على هذه المطالب الاربعة كان المطلب الاول هو كيف نركب الدارة حتى يمكننا من رسم البيان المبين في الشكل التركيبة المقترحة هي ان نكون دارة فيها مولد لتوتر ثابت مثالي موصول بقاطعة وناق الام مقاومته ار والمكثفة المدروسة كلها على التسلسل ثم نصل قطبي المكثفة الى راسم اهتزاز مهباطي ويعطينا عند التوصيل وغلق القاطعة يعطينا بيان الشحن اذا بهذه الدارة يمكن ان ندرس بيان الشحن لهذه المكثفة اذا اردنا الان دراسة الدارة وكتابة المعادلة التفاضلية المميزة لثناء القطب اذا رجعنا الى الدارة المبينة في الشكل يمكن بتطبيق القانون داخل داخل الدارة المغلقة نلاحظ ان UC زائد UR تساوي E ويمكن كتابة UC زائد RE وهو التوتر بين طرفي النقل الاومي يساوي E واذا علمت ان التيار اللحظي المار في الدارة يساوي DQ على DT حيث Q هي الشحنة اذا E تساوي تغيرات الشحنات المتنقلة في هذه الدارة بدلالة الزمن وكذلك الشحنة بين طرفي المكثفة تساوي سعة المكثفة في التوتر اللحظي بين طرفيها يمكن ان نكتب UC تساوي R عوض E نكتب DQ على DT تساوي E وفي خطوة رابعة UC تساوي UC زائد R D عوض ان نكتب Q نكتب C UC DT تساوي E نكتب كذلك بعدها RC RC نخرج من اشارة الاشتقاق فنحصل على RC مشتقة UC بالنسبة للزمن زائد UC تساوي E وبتغيير طفيف في كتابة هذه المعادلة يمكن ان تكتب UC زائد RC D UC على DT تساوي E بقسمة كل اطراف على RC والذي يساوي طو يمكن ان نكتب هذه المعادلة التفاضلية وسميت معادلة لانها طرف يساوي طرف تفاضلية لانها فيها الدلة UC ومشتقتها الاولى D UC على DT فهي معادلة تفاضلية من الدرجة الاولى اذا كانت يساوي RC يمكن ان تكتب هذه المعادلة من هذا الشكل وهي وهو المطلوب اذا رجعنا الى حل هذه المعادلة يمكن ان نقترح حلا لهذه المعادلة وباشتقاقه وباشتقاقه وتعويضه في هذه المعادلة يمكن ان تتحقق ان UC من الشكل O في واحد ناقص اكسبونسيال موانتع لطو هو فعلا حل هذه المعادلة وفي سؤال وفي سؤال اخر قال هل يمكنك تعيين طو يمكن ان نعين طو وقد لاحظت ذلك في الانشطة السابقة بعدة طرق اخترنا طريقة في تعيين طو بحساب قيمة 063 O اي لما T يساوي طو نكتب UC تساوي O في واحد ناقص اكسبونسيال موانتع لا طو اي واحد يعني تساوي O في واحد ناقص O اكسبونسيال ناقص واحد ويساوي O في واحد ناقص 037 اي 063 O نرجع للبيان ونعوض هذه القيمة لUC تساوي 3.15 فنجد قيمة طو من البيان لاحظ في هذا اللوح القيمة كيف نعين قيمة طو من البيان نسقط قيمة 3.15 في البيان على محور الزمن فنحصل على 20 ميلي سيجوند وكان مطلب نا الاخير في هذا التطبيق تعيين قيمة سعة هذه المكثفة المستعملة ولعل هذا السؤال الأخير بعد الأنشطة التي شاهدتها والكتابات التي كتبناها سابقا يمكنك أن تكتب من النتائج السابقة وقد وجدنا بيانيا طو تساوي 20 ميلي سيجوند وتساوي RC وعند أيدي نكتب س سعة هذه المكثفة تساوي طو على R وطو وجد بيانيا يساوي 20 في 10 ناقص ثلاثة على R يساوي 1000 أوم أو عشر قوة ثلاثة يساوي 20 في 10 ناقص 6 فراد أي يساوي 20 ميكرو فراد ويمكنك تقديم النتيجة أن سعة هذه المكثفة تساوي 20 ميكرو فراد بعد هذا التطبيق لعلك عزيزي طالب أدركت معي بعض مفاهيم التي يمكن أنك قد استشكلتها في دراستك في تعيين بعض المقادير المتعلقة بدراسة الدارة RC موفقين إن شاء الله وإلى درس قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة